السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في فيديو ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة حيث سنتعلم كيفية تحديد إشارة ناتج ضرب وقسمة أعداد سالبة وموجبة سنصمم هنا إيموجي وسنتعلم طريقة نقل الإشارات فابقوا معنا في عملية ضرب ثلاثة ضرب السالب أربعة أو حتى في عملية قسمة مثل سالب خمسة عشر تقسيم سالب ثلاثة فإن القاعدة الأساسية هي تنفيذ العمليات كما هي بمعنى نضرب عند وجود عملية ضرب ليصبح الناتج في مثالنا إثنى عشر ونقسم عند وجود عملية قسمة فيكون ناتج القسمة في المثال السابق خمسة ولكن السؤال الآن ما إشارة الناتج؟ بكل بساطة إذا كانت إشارات الأعداد مختلفة فإن الناتج سالب مثل عملية الضرب السابقة إشارة الثلاثة موجبة وإشارة الأربعة سالبة إشارات مختلفة فإشارة الناتج سالبة أي أن الناتج سالب إثنى عشر أما إذا كانت إشارات الأعداد متشابهة فإن الناتج موجب مثل عملية القسمة هنا فإشارة الخمسة عشر سالبة وإشارة الثلاثة أيضا سالبة إشارات متشابهة فإن إشارة الناتج موجبة إذن الإجابة موجب خمسة وبسبب وجود قوانين سابقة للإشارات في الجمع والطرح فإنني شخصيا أعلم أولادي طريقة نقل الإشارات لمساعدتهم على تحديد إشارة ناتج ضرب وقسمة بسهولة ودون حفظ وفي هذه الطريقة نتخيل عند الضرب والقسمة أننا ننقل كل الإشارات السالبة إلى ما بعد إشارة المساواة وعند التقاء إشارتان سالبتان نتخيل أنهما تشكلان معا إشارة موجب فالسالب الأول يركب فوق السالب الثاني يكون إشارة موجب لنرى هذه الطريقة من خلال أمثلة أولا سالب 2 ضرب سالب 6 ننقل إشارة الاثنان السالبة إلى ما بعد المساواة وإشارة الستة السالبة تنقل أيضا إلى ما بعد المساواة تركب الأولى فوق الثانية لتكوين إشارة موجب ونضرب العددان لتكون الإجابة موجب 12 في المثال الثاني سالب ثمانية ضرب أربعة ننقل إشارة المساواة من جانب الثمانية أما إشارة الأربعة الموجبة فلا تكتب ولا تنقل ونضرب العددين لتكون الإجابة سالب 32 في المثال الثالث سالب واحد ضرب واحد ضرب سالب واحد ننقل إشارتين السالبتين لنجد أنهما تكونان إشارة موجب ثم نضرب الأعداد ليعطي الناتج موجب واحد في المثال الرابع سالب 9 على سالب ثلاثة وهي عملية قسمة كما تعلمنا في فيديو القسمة ننقل الإشارة السالبة من جوار التسعة والإشارة السالبة من جوار الثلاثة ليكونان إشارة موجب ويكون الناتج بذلك موجب ثلاثة هذه الطريقة تصلح عند وجود عملية ضرب لعددين أو ثلاثة أو أكثر أو عند وجود مجموعة من عمليات الضرب والقسمة معا في نفس المسألة فقط انقل الإشارات وكما وعدتكم في بداية الفيديو سنصمم إيموجي لتحديد إشارات الناتج في عمليات الضرب والقسمة بكل بساطة نرسم الدائرة الصفراء نضع إشارتين سالبتين مكان العينين وإشارة جمع للفم الآن عند وجود إشارتين سالبتين عند الضرب أو القسمة فإن الناتج الإشارة المتبقية وهي الموجب هنا الفم وعند وجود سالب وموجب في عملية الضرب والقسمة فإن الناتج سالب أي رعين الأخرى لنرى أمثلة على استخدام الإيموجي فمثلاً سالب 5 ضرب سالب 2 نتذكر الإيموجي إشارتين سالبتين إذن الإجابة الفم وهو الإشارة الموجبة ونضرب العددين ليكون الناتج موجب 10 مثال آخر سالب 20 على 5 نتذكر الإيموجي العددين سالب وموجب إذن الناتج يحصل على إشارة الإيموجي المتبقية وهي السالب وناتج القسمة 4 فإذن الناتج الكل يكون سالب 4 وأخيراً اختبر معلوماتك بالإجابة على عملية الضرب سالب 7 في 6 وعملية القسمة سالب 35 تقسيم سالب 5 ولا تتردد في إرسال الإجابات في التعليقات ولا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد وفي الختام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله